كان الجو عاصفا تلك الليلة عندما بدأ رشاد يسمع صرخات قادمة من الجهة الشرقية للمقبرة حيث كان يقطن نعم فرشاد يسكن في إحدى المدافن التابعة للحكومة المصرية فقد اتخذها سكنا منذ زمن بعيد بالنسبة له لم يكن الأمر مخيفا على الإطلاق رغم أنه كان وحيدا لا يجرؤ أحد على زيارته خلى صديق واحد يدعى عبد الفتاح في تلك الليلة وبعد أن فرغ من مطالعة صحيفة يومية اعتاد على قراءتها وبعد أن أشعل نارا في صفيح معدني بدأ بسماع تلك الصرخات بدأت الصرخات تعلو شيئا فشيئا استجمع شجاعته متوجها نحو المدافن في الجهة الشرقية للمقبرة كان الصوت صادرا من إحدى الغرف فقد اعتاد المصريون دفن موتاهم منذ زمن بعيد في غرف مغلقة وكانت الصرخات تعلو كلما اقترب من قبر ميت دفن حديثا هل يعقل أنه دفن حيا قال رشاد ثم هرع يفتح باب القبر بعد أن جالت الفكرة في رأسه بالفعل كان الرجل جالسا يوشك على الاختناق وما أن فتح الباب حتى ركض لاستنشاق الهواء خارجا كانت ملابسه غريبة فلم يدفن في كفن أبيض كما جرت العادة بل كان يرتدي بدلة سوداء اتسخت من التراب لقد انقذت حياتي قال الرجل لرشاد وهو يستنشق الهواء هل دفن تحيا؟ صرخ رشاد بهلع لكن الرجل قال بعد أن صمت لبرهة يبدو أن الطبيب قد سارع في إعلان الوفاة قبل أن يتأكد صحب رشاد الرجل إلى غرفته وبدأ الأخير يحكي قصته قائلا أدعى محسن لم أتخيل قط أن ينتهي بي المطاف هكذا فشعور الاقتراب من الموت يبث الرعب في قلبي كلما تذكرت أنني ميت لا محالة خاصة عندما بدأ هواء الغرفة بالنفاذ أدركت عندها أنها النهاية ثم تنهد تنهيدة عميقة لا بد أن أمي حزينة الآن وتخال أني لن أعود لا تزال هناك أمور عالقة علي الاهتمام بها ثم قال ملتفتا إلى رشاد هل من الممكن أن تزدي لي معروفا؟ بالتأكيد سأفعل ما بوسعي قال رشاد فأردف محسن قائلا أريدك أن تخبر أمي أن تعتني بالقطة التي تقطن في البيت الذي في آخر حينا فكر رشاد قليلا ثم قال متسائلا القطة تريدني أن أخبرها أن تعتني بالقطة؟ أجل قال محسن متحسرا لا بد أنها تتدور جوعا قال رشاد لا عليك ولكن لماذا لا تعتني بها أنت كما كنت تفعل؟ أعتني بها قال محسن وهل يستطيع الأموات الاعتناء بالأحياء؟ ثم اختفى انتظر القصة لم تنتهي بعد أؤكد لك أنها قصة حقيقية وليست من نسج الخيال تابع للنهاية ثم سوف تفهم لقد اختفى الرجل ولم يعد له وجود أما رشاد فقد عقدت الصدمة لسانه ما الذي حدث؟ أين ذهب؟ هل كان يحدث جنيا أم شبح رجل ميت بالفعل؟ أم أنه أصابه مس من الجنون؟ ألاف الأفكار بدأت تدور في رأسه فهذه هي المرة الأولى التي يصادف فيها أمرا كهذا لابد أنه مصاب بالحمى وراح يهذي أو أنه شرب شيئا ما أفقده عقله لم يشرب سوى الشاي برفقة عبد الفتاح ثم انتبه فجأة لمعت في رأسه الفكرة أخيرا عبد الفتاح أجل لماذا كلما غادر عبد الفتاح يسمع صرخات متتالية؟ ولماذا يصر أن يصنع كوب الشاي بنفسه؟ لا بد أن وراءه سرا ما فعقد رشاد العزم على معرفته وراح رشاد ينتظر قدوم عبد الفتاح وما أن جاء الأخير حتى شرع رشاد بمراقبته وكالعادة صنع عبد الفتاح الشاي ولاحظ رشاد أنه يضع حبوبا في كأسه ثم على حين غفلة منه قام رشاد بسكب ما فيه متظاهرا بشربه وما هي إلا دقائق حتى غادر عبد الفتاح وتبعه رشاد سائرا على إثره دون أن يدري ولن تتخيل ماذا كان يفعل لقد كان عبد الفتاح ينبش قبرا ويخرج منه جمجمة ماذا تفعل؟ قال رشاد صارخا تملك عبد الفتاح الخوف ثم قال مرتبكا أقسم أنني لم أنوي فعل ذلك لو لا حاجتي إلى المال وما المال الذي سوف تجنيه من وراء جمجمة رجل ميت قال رشاد صارخا لأنني أبيعها لطلاب كلية الطب في الجامعة أتنتهك حرمة الأموات من أجل المال؟ قال رشاد قال عبد الفتاح متوسلا أقسم لك أنني لن أعيد الكرة مرة ثانية فلا تخبر الشرطة بالأمر قال رشاد اذهب الآن ولكن أقسم لو رأيت وجهك ثانية فاستجد الشرطة بانتظارك ولم يستطع رشاد النوم وهو يفكر بعبد الفتاح وكيف سيطر الشيطان عليه ثم استسلم للنوم جاء الرجل الشبح في الحلم معاتبا لماذا لم تخبر أمي أن تعتني بالقطة؟ أرجوك أخبرها فأخشى أن تموت جوعا استيقظ رشاد من نومه وهو يفكر في كلام الرجل فقرر أن يبحث عن مكان سكن والدته بالفعل وصل رشاد إلى والدة محسن فأخبرها بكل شيء فقالت لكن محسن لا يحب القطة فقال رشاد ولكنه أكد لي أن القطة تقطن في آخر الحي فتذكرت أم محسن قائلة نعم الآن فهمت فهو يقصد تلك العجوز فهي الوحيدة التي تسكن هناك فذهبت أم محسن قاصدة تلك العجوز التي قالت لها شيئا عجيبا لقد كان محسن متكفلا بكافة النفقات ولما علمت بموته حزنت كثيرا على فقده وعلى خسارتي لمن كان يرعاني فمنذ يومين ولم يدخل في جوفي كسرة خبز فدعوت الله أن يفك كربي بمعجزة من عنده فبكت أم محسن وقالت لن يتغير شيء سأكمل ما كان محسن يفعله ومن هذه اللحظة سأتكفل بكل ما يلزمك إن شاء الله حتى يواري جسدي التراب شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر